السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم متابعين في كل مكان زي ما انتم عارفين احنا خلاص خلاصنا شرح المنهج بالكامل و هنبدأ مع بعض اولى حلقاتنا من المراجعات هنبدأ اول حاجة باسئلة المتميز زي ما شايفين معي الفيديو بتاع النهاردة مكون من 2 بارتس من جزئين النهاردة هنحل مع بعض بارت 1 و ان شاء الله الفيديو القادم هنحل في بارت 2 لصنا اسئلة المتميز بالكامل قبل ما نبدأ اتمنى من حضراتكم تجعلوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوا القناة اتنسوا الاشتراك في القناة نبدأ مع بعض هنبدأ به السؤال فهنا بيقول عملية البناء الضوئي بتحصل فيه هقول فيه الاوراق من اللي بينقل الماء والعناصر الغذائية من الجزور للأوراق طبعا عندنا ستم اللي هو الساقر الجهاز في الانسان يعني بيحرك بلود الدم او بينقل الدم في في جسم الانسان اسمه ايه؟ اسمه اللي هو الجهاز الدوري النباتات بيقول اللي فيها بيزور لاثقة بتحتاج لأيه؟ بتحتاج لبضي يعني ليه جسم كائن حي علشان تلتصق وتنتشع النباتات والانسان متشابهين في بعض الاحتياجات الاساسية للبقاء زي ايه؟ هما الاتنين متشابهين فيها طبعا عندناه water and air المية والهوى طيب السؤال اللي بعده flower produce يعني الزهرة بتنتج ايه؟ بتنتج seeds اللي هي البزور for reproduction للتكاثر carry or carries blood from the heart to all the body parts بيحمل الدم من القلب لكل اجزاء الجسم طبعا air trace طيب بيقول هنا carry blood rich in carbon dioxide بيحمل الدم الغني بساني اكسيد الكربون والنمين venus الاوردن all the following substances are not important for plant growth except كل من التالي بيقول مش مهم للنبات علشان ينمو ايه؟ بيقول لك كل دول يعني مش مهمين معادة مين؟ يعني فيه واحدة بس هي المهمة عندنا اللي هو air الهوى all the following structures exist in green plants except كل من التلكيبات التالية موجودة في النبات الاخضر معادة ايه؟ هنا ستم الصاك وفروتس الفواكه وبلد طبعا الدم هو اللي مش موجود فانا هاختار بلد the human circulatory system includes يعني الجهاز الدولي في الانسان بيشمل على كل من التالي معادة ايه؟ معادة هنا بيقول heart vein وartrate طبعا معادة lungs اللي هي الرأتين مش موجودة في circulatory system اللي بعده energy change into chemical energy during photosynthesis processes الطاقة بتتحول لكيميكال أثناء البناء الضوئي اللي هي light energy الطاقة الضوئية بتحول تحول تحول كيميائيا the note is reproductive part of the plant الجزء التكاثري فيه النبات on the flower الظهر plant can produce new seeds buy النبات بتنتج يعني بيزور جديدة buy a or buy flowers بالأظهر نقط plant has climate النبات اللي بيكون عنده صاخ متسلقة اللي هو عندنا نبات vine العنب leaves of green plants absorb the sunlight to combine water with بيقول الأوراق الخضراء لنباتات بتنتص ضوء الشمس علشان تتحد مع المية تتحد المية مع مين عشان تنتج الغذاء بتاحها تتحد مع الكاربون مضاعي اكسيد مع ساني اكسيد الكاربون هنا in photosynthesis process أثناء عملية البناء الضوئي plant reproduces النبات بينتج ايه to get an energy علشان يحصل على الطاقة فبالتالي بينتج شجر تمام all the following are from the plant basic needs except كل من التالي من اتياجات النباتات الأساسية معادة ايه معادة صويل الطربة when the plant seeds عندما يعني بذور النباتات begins to grow تبدأ ان هي تنمو and make surprise this processes is cold وتبدأ ان هي او طلع برعم يعني فالعملية دي اسمها germination عملية تمام طب تعالوا كدو مع بعض نشوف اللي بعده water and trains transport from roots to the leaves of plant to buy المية والعناصر الغذائية بتنتقل من الجذور لأوراق النباتات عن طريق ايه قلنا عن طريق xylem تمام يبقى حختار هنا xylem the note of plant to get water and trains from the soil بيقول ايه يعني من النبات بيحصل على المية والعناصر الغذائية من التربة اللي هي roots الجذور plant steak النبات بتاخد ايه النبات بتاخد carbon dioxide تمام from the air to make its food من الهواء عشان تعمل طعامها what parts of the plant transport food from the leaves to the other parts of the plant ايه اجزاء النباتات اللي تنقل الطعام من الاوراق لأجزاء النباتات الاخرى هو فلوم اللوحاء تمام without noot plant can't grow بدون ايه plant can't grow ان بتاعي بدون ايه ما تقدرش ان هي تنمو هقول sunlight اللي هو ضوء الشمس هدو بيقول يعني بيزور اللي هي الهندباء دي بتكون خفيفة قادرة على الانتشار عن طريق air اللي هو الهواء اللي بعده اللي بتمتد تحت الارض اسمها ايه اسمها اللي هي تمام هختار هنا تعالوا نشوف كده اللي بعد in plants leaves في اوراق النباتات light energy الطاقة الضوئية is converted into الطاقة الضوئية هتتحول الى ايه هتتحول الى chemical energy لطاقة كيميائية during photosynthesis اثناء عملية البناء الضوئية all the following كل من التالي can help in seed dispersal بتساعد في انتشار البذور except مع هذا ايه مع هذا طبعا soil وصلايت دول مش بيساعدوا في انتشار seeds البذور which of the following living organisms can make their own food اي من التالي كائلات الحية بيقول ان هي بتعمل طعامها بنفسيها طبعا اكيد plants النباتات فعندنا هنا pine trees اللي هي اشجار صنوبة the food chain سلسطة الطعام always starts with بتبدأ بايه بتبدأ بي producers المنتجين is from non-leaving part of ecosystem يعني بيقول مش من الكائنات الحية في جزء من النظام البيئي اللي هي عندنا soil الطربة اللي بعده lion بيقول is from الاسد من ايه هقول من meat eaters يعني من اكلين اللحوم هنا بيقول طبعا producers لا وهنا اكلين العجب وهنا محللين لا هم اكلين اللحوم meat eaters all need a source of energy بيقول كل مين بحتاج لمصدر مين الطاقة طبعا الكائنات الحية الكائنات الحية طيب اللي بعده يعني النباتات دي من ايه من producers اللي هما المنتجين طيب يعني اللي هما المفترسين في شبكة الطعام بيقول عليهم consumer مستهلكين بيقول when a rabbit dies لما القرنب بيموت في الصحراء in the desert is body wall يعني جسمه هيحصله ايه هيحصله decompose هيتحل هنا a community المجتمع that include اللي بيشتمل على leaving organisms with non leaving things known as المجتمع اللي فيه كائنات حية وكائنات غير حية اسمه ecosystem نظام بيئي organisms that eat other living organisms كائنات بتاكل كائنات تانية to get their energy علشان تحصل على الطاقة because they can't make their food or cold بيقولك ان هي ما بتقدرش تحصل على الطعام بتاعها اسمها ايه اسمها consumers اللي هما المستهلكين a snake is better for mice اللي بيقول ان الصعبان ده بيكون better للميز يعني لي اللي هو الفقران تمام وبينما while snake is considered as a prayer for بينما اللي هو السنيك يعتبر فريسة لمين يعني الصعبان ده هو بيفترس المعيس تمام والصعبان ده بيعتبر هو فريسة لمين فريسة لحاجة اكبر منه وهي eagle اللي هو النسر تمام فانا هاختر هنا عندنا eagle النسر human is a الانسان a living organism الانسان طبعا consumer يعني كائن مستهلك فانا هاختر هنا عندنا هي مش هطحة هاختر consumer بيقول الهاك eats a rabbit الهاك اللي هو السقر بياكل الارنب to get energy علشان يحصل على الطاقة this means that ده معنى ايه معنى ان الهاك ده بريتر يعني ان هو هيكون مفترس هو بياكل الارنب هو بياكل هو بريتر an ecosystem consists of النظام البيئي بتكون من ايه من living و non living بقى انا هاختر c all the following are decomposers except كل من التالي يعتبر محللين معادة ميم معادة grass طبعا grass producers the process which happens to all dead organisms is not العملية اللي بتحصل للكائنات الميتة اسمها decomposition عملية التحلل decomposers always know on the soil المحللين هقول benefit بتفيد الطربة تمام if there are no peters in an ecosystem لو ما فيش peters في النظام البيئي the other consumers وال يعني consumers التانيين هيكون ايه increase but other consumers هيحصل increase in saliving organisms that eat plant الكائنات الحية اللي بتاكل النبات مين هي primary consumer what organisms depend on other organisms for their food ايه الكائنات اللي بتاكل ملد على غيرها من الكائنات الحية في الحصول على الطعام بتاحها طبعا عندنا هقول rabbit اللي هما consumer يعني لكن دول كلهم plants يعني producers the primary source of energy for all living organisms on the earth يعني المصدر الاول للطاقة لكل الكائنات الحية على الارض هو طبعا the sun الشمس is an area in the ocean where the small pieces of coral are nurtured معناها يعني المنطقة في المحيط فيها القطع الصغيرة من الشعاب المرجانية بتم فيها رعايتهم يعني هختار nursery اللي هو المشتل as a result of coral re-splitching نتيجة يعني الطبيض الشعاب المرجانية they will be died يعني هيموتهم decomposers play an important role in returning the energy back to all the following except المحللين بلعبوا دور مهم في رجوع العناصر الغذائية معادة decomposers اللي هما المحللين in the if the climate change the population of species يعني انواع الفصائل هيحصل لها ايه هيحصل لها increase عتزداد marine microorganisms are المارين microorganisms دي قلنا عليها ان هي producer يعني منتجين when the water is warm يعني المية لما بتكون دافية the curtain الكرة هتتحول الشعاب للون الابيض secondary consumer can eat المستهلك الثانوي بياكل ايه بياكل consumer any marine food في اي شبكة طعام بحرية doesn't include بيكون ما فيهاش ايه ما فيهاش طايجر ما فيهاش اللي هو النمر يعني شبكة الغذاء البحرية دي عادة بتبدأ بايه بتبدأ بايه الطحالب نتيجة للتلوث في النظام البيئي هيحصل لها يعني هتقل الجزئيات بتكون مرتبطة ببعضها دي بتكون عندنا ايه هقول هنا ده الائرن اللي هو الحديد لانه هيكون صلد صلب المادة اللي ملهاش لكن بيقول لها اللي هو طبعا فاختار ايل اتمنى من حضراتكم لو وصلتم معي لحد الجزئية دي تعملوا لايك للفيديو وان شاء الله اي فيديو انا هنزله خاص به هتلاقوه دايما منجود في اول تعليق مسبب تحت الفيديو يعني الجزء التاني الخاص به الفيديو ده هتلاقوه في اول تعليق مسابق تحت الفيديو تبقى يعني هنا الصلابة او قوة الريشة بتكون ناعمة كمية يعني بتشغل حيز من الفراغ ده عندنا تمام هنا يعني اثناء الهو السوران بتاع بتاع البركان بيقول الحمم البركانية بتخرج مثال على الغاز اللي هو الهو المية بتكون موجودة في حالة صلبة في شكل ايه في شكل ايس اللي هو التلج مثال على الغاز اللي هو الاكسجين تمام حاختار اخر واحدة الاكسجين تعالوا كده مع بعض نشوف اللي بعد يعني كل المواب بتكون من ايه من موليكوز اللي هي الجزيئات وحدة قياس وحدة قياس الماس عندنا حكتين كيلو جرام والجرام فعندنا جرام هاختار جرام من الأمثلة أو المثال على المادة اللي بتكذب المغناطيس عندنا الهو ايه الحديد وحدة قياس المكعب السلمومتر بيستخدم علشان نعرف بايه عندنا هنا الوضع درجة كل من التالي وحدة قياس الفوليوم معادة ايه تمام طيب اللي بعد بيقول بيقول يعني اللي هي الخاصية اللي بتوضح لو الأشياء يعني بتطفو أو طغوس في في المادة الأخرى دي حاجة اسمها يعني الكثافة زي ما حضرتكم كتير جدا سألني السؤال ده قلنا ان الأشياء اللي بتكون عندنا بتكون ثقيلة بيحصل لها بتغوص وقلنا الأشياء اللي بتكون خفيفة بيحصل لها احنا بنقولها كده تمام لكن هي بتقيمد على حاجة اسمها حاجة اسمها الكثافة والكثافة دي عبارة عن ايه عبارة عن الكتلة على تمام انا بجيب الماس بتاعت الشيء بجيب والناتج اللي حيطلع هو ده عندنا اسمه الكثافة المهم دلوقتي عندنا الخاصية اللي بتعتمد على الكثافة تمام اللي هي القرفة اللي بتستخدم لحمايتنا من ايه هقول من دخول مطر المية والتراب والغبار وهنا بيقول لا هختار عندنا ايه وب يعني الاتنين دول صحيحة كل من التالي بيقول اشياء اشكال خصائص الفيزيئية للمادة معادة ايه هنا اللون ده عندنا من الخصائص الكيميكال هنا بيقول يمكن نحن نميز او نفرر ما بين الخل والبرفوم باستخدام ايه باستخدام تمام هنا بيقول يعني الغازات اللي بتكون غير قابلة للاشتعال باستخدام في تعبئة البالون عندنا الهو الهليوم يعني طول الكتاب وعرضه الصدم يعني لقياسه اللي هي المصدر تعتبر تغير كيميائي اللي هو صدق الحديد يعني كل من التالي تغير كيميائي معادة كلهم بيقول تغير كيميائي معادة يعني قطع القماش بزيادة درجة حرارة المية يعني تسخين بيحصل لها ايه بيحصل لها يعني تزخر بيقول مثال يعني على التغير الفيزيائي تغير فيزيائي زي عندنا اللي هو التكسف عندما درجة حرارة المية بتقل وبدأ تشينج المية هتتحول لليه درجة حرارة المية لما بتقل هتتحول الى ايس هتتحول لتلج تمام اي من التالي يعتبر خليط يعني وعندنا اتموسفير اختار عندنا كلهم عندما المية تتبخر المية لما بتتبخر بتتحول من السائل للغاز تحول المادة من الحالة الغازية للحالة اللي هي السائلة من الغازية للسائلة وهدها اسمه التكسف تغير في المادة تغير في المادة من السائلة للصلبة فده اسمه التجمد تمام يلا تعالوا مع بعض نبدأ بالسؤال هنا بيقول ضع صح او خطأ السؤال نظام الناقل في النبات هو نفس الوظيفة بتاعة الجهاز الدوري في الانسان هقوله اجابة رو بيقول الزيلم يعصيق الخشبي بينقل المية والعناص لأ هقوله اجابة فولس لاني مش هقول في اتجاه محدد او في بطريقة واحدة الوظيفة الوظيفة من الوظيفة من الهوى عندنا الصاق بيكون لها هيرز لها شعيرات لا هقوله فولس مين عندها هيرز اللي هي روتس الجذور الطربة يعني من الاحتياجات الاساسية للنبات قولنا فولس البذور يعني لها مصاحق كويس انه بتتاكل وكمان انها بتنتشر باي انمال عن طريق الحيوانات هقوله اجابة ثروم طيب السؤال اللي بعده يعني ضوء الشمس مش مهم لنمو النبات لأ طبعا هو مهم هقوله فالس النبات والانسان متشابهين في طريقة حصلهم على الطعام لأ طبعا عندنا ان بيحصل على الطعام النبات بيحصل على الطعام بنفسه اما الانسان طبعا بيحصل على الفود بتاعه طبعا عن طريق المحللين ملهمش دور في النظام البيئ لأ طبعا فالس لان هم اللي هم عندنا دور اول حاجة فيه سلسلة طعام اي سلسلة يعني اللي هي الكنسيومر لأ طبعا اللي هو المنتج تمام طيب يعني تتكون قطرات من المية على اوراق النبات بسبب بسبب عملية التكسف هقول له اجابة رو طيب ليه في القطرات بتاعت المية بتتكون في الليل على اوراق النبات وبعدين في الصباح الباكر الصبح بدري القطرات بتاعت المية دي بتتحول لبخار الماء وبعدين بتتحول الى سائل عن طريق ملمسته لسطح بارد بتحصل عمية التكسف تمام يعني الكلام ده مش موجود عندكم بس هو السؤال هقول له ترون يعني كلهم دول بيرتر هقول له ترون الانسان بيكون نبات وحيوان هقول له ترون المنتجين والمستهلكين بيستخدموا ثاني اكسيد الكربون علشان يعملوا طعامهم لا ما بيستخدموش كربون دايكسيد بيستخدموا الاكسجين فبالتالي الاجابة دي هقول له تمام فان عندنا الاجابة دي تعالوا ما بعد نشوف اللي بعد هابتا فقدان الهابتات واحدة من الاسباب الاساسية للانقراض هقول له اطبعا اجابة ترون تغير المناخ التلوث واشدة الانسان بتأثر على النظام البيئي هقول له اطبعا ترون لو الشعب المرجاني ضمرت العديد من سلسلة الطعام البحرية بيقول ان هي حتتضمر هقول له اجابة اه بيقول يعني النظام سلسلة الطعام اللي هي الصحراء بيقول لا تحتوي على اي نوع من السمك اه طبعا هقول له اجابة مفهاش فش خالص لانها في الصحراء موت الميكرو اللي هي الكائنات الدقيقة بتأثر على طيور البحرية هقول له اجابة اللي بعده يعني اللبن ده الحالة الصلبة للمادة هقول له فالس لانها السائلة المايكرو بلاستيك دي بتكون طعام مناسب للعديد من الكائنات البحرية لا طبعا هقول له فالس طبعا هي بتكون ضرة لهم الروف اللي هو السطح بتاع البيوت الصحراء وإيا بيكون مشابه للبيوت بتاعة الغابات المطيرة هقول له اجابة فالس لا طبعا مش متشابه الغابات الغابات الجوي خليط من الغازات أو العديد من الغازات هقول له اجابة روم الزجاج مادة شفافة بتستخدم في عمل النظارة هقول له اجابة روم الكوب المعياني بيستخدم من قياس أطوال الأشياء لا طبعا هقول له فالس يعني الزجاج بيستخدم عشان نعمل الإطارات لأنه بيكون يعني مرن طبعا الزجاج لا مش الزجاج عندنا بنستخدم اللي هو المطار في كوباية زجاج كوباية ميا يعني يعني هيدفو طبعا هيدفو هقول له إجابة روم يعني طول الصندوق طول الصندوق ممكن أنا أقيسه باللتر لا طبعا هقول له فالس يعني ممكن نفرق ما بين عندنا نفرق نفرق مريء التزوق لا طبعا قلو فالس النحاس يعني بيمتد إلى السلكي بيكون رفيع ويمرن هقول له هقول له السؤال بيقول بيقول أوشان الله الطغرات الكميائية بيقول إن هي عكسية طبعا فالس لإني عندنا الفيزيكال هي اللي بتكون ريفيرزابل تمام مش الكيميكال فبالتالي الإجابة دي فالس التجمع تغير في المادة من من الحالة الصلبة للسائلة لا فالس طبعا العكس هقول من 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 الحالة السائلة للحالة الصلبة تمام اللي بعده يعني العدد الكولي لجزيئات في المادة ما بتغير يعني بتغير حالة المادة طبعا هقول إجابة السؤال اللي بعده كمية المادة ما بتغير شي كمية المادة ما بتتغير شي يعني عندما تتغير من حالة للتانية طبعا هقول إجابة روم تعالوا نشوف اللي بعده تعالوا نشوف السؤال هنا طبعا ده سؤال هو طبعا جاي بتشوز اخطر ما بين اتنين النباتات بتكون الطاقة من ضوء الشمس علشان تحصل على الغذاء بتاعها اللي هي المنتجين بيقول هنا نبات صغير بينتظر اللي تحوال المناسبة علشان تنمو اللي هي البذرة مستهلك يعني بيقول هنا من بقايا الكائنات الميتة المحللين تمام زي نقط مين يعني اللي بتلتقط الضوء علشان تساعد النبات في عامات البناء الضوء اللي هو في أي سي سلسل الطعام بيجنز بتبدأ بالمنتجين وتنتهي بتنتهي بت المحللين اللي بعده في سلسل الطعام بيقول بتوضح ناقص مين ناقص كونسيومر تمام فاختر هنا كونسيومر كمية التنطقل بين الكائنات الحية في شبكة الغذاء قدية هقول تمام السؤال لبعده بيقول هنا نموذج يعني بيدرس الأشياء اللي بتكون كبيرة عندنا النظام الشعاب بيحصل في ايه بيقول هاي تنبريتشر ولا عندنا هاي تنبريتشر بيقول يعني سقوط الأمطار الغذير بيحصل هنا بيقول بيعمل للنظام البيئ الصحراوي بيقول الالانة بتموت بسرعة لما بيختفي من نظام البيئي الأعشاب المنتجات البلاستيك بيقول بتتجزى إلى أجزاء أو قطعة صغيرة بسبب ايه هنا هقول بسبب اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية اللي احنا اخذناها في الكتاب وكانت اختصارتها تمام الأشعة الفوق بنفسجية حالة المادة حالة المادة اللي لها وليها اللي هي صلد الصلبة تمام هاختار صلد عندنا صلد الصلبة يعني جزيئات الغازات أو الحالات الغازية تحرك هقول اللي بعضهم بيقول The movement of water particles are slower than that of يعني حركة جزيئات المية بتكون ابطأ من مين بتكون ابطأ من الأكسجل لأنه جاز which of the following matter has no definite volume and shape ايه المادة اللي ملهاش definite volume ولا عندنا shape اللي هو air الهوى وبرر تيكس المية بتاخد ايه تيكس الميزان بيقول لأنه hard لأنه hard يعني المعدن بيستخدم لعمل اللي هو شكوش علشان هو يعني صلب طيب بيقول هنا لك ودهاف السائل بيكون ايه عنده shape تمام هختار اللي هي تمام طيب تعالوا كده نشوف اللي بعد عندما درجة حرارة التلج بيحصل لها increase الجزئة بتاعتها هيحصل لها ايه طبعا move faster هتتحرك اسرع هنا عملية بتستخدم لفصل الملح من المية ملح اللي هي عملية التبخر اللي بعد عملية تستخدم لفصل الرمل من المية وهي التنقية تعالوا نحل السؤال number four اوعية صغيرة بتنقل يعني بيقول اوعية صغيرة في النبات بتنقل المية والعناصر الغذائية الاجزاء الاخرى من النبات اللي هو زيلم يعني بيقول ان هي بتلتسك في الفرو بتاع الحيوان بيكوز ذي هافل ان هي عندها سباينز اشواكم بلانت تيك النبات بياخد ايه هقول كاربون دايكسايت فروم اير تو ميكس اس فود اللي بعد بلانت بيعمل غزاو اثناء ام بتنتج يعني بيقول اللي هو البذور للتكاثر في النبات الازهار او الظهر النبات بيمتصل الماء عناصر الغذائية من التربة اللي هي الجذور الاوردة بتحمل الدم الغني بايه بكاربون دايكسايت جاز يعني فتحات ضيقه في اوراق النبات اللي هي الاستامتة داخل النبات بيسمح لسان كاربون انه يتفاعل مع مين اتحد مع الماء المنتصة بيه بجذور النباتات تعالوا نشوف كده لبعده يعني بيقول الطعام في النبات هو ايه عندنا اللي هو الشجر السكر يعني اللي بتعمل يعني في الاوراق عن طريق البناء الضائم اللي بعد يعني بتختلف النباتات في التركيبات الاساسية الليها التلاتة عندنا زي ايه زي روتس انه وستم وليبز بوث هومن and animals cannot produce their own food كل من الانسان والحيوانات ما بيقدروا ش ينتجوا طعامهم هقول their own تمام بنفسهم يعني اللي بعد بيقول بيقول بلانتس produce النبات بيانتج ايه اكسجين ان جلوكوز اثناء عميت البناء الضائم دي دي كومبسيشن من بعد الحيوانات البحرية لا يمكنها ان تفرق ما بين الطعام البلاستيك زي ايه زي سي تيرتل زي السلحفات الملجانية ان امرين هابيتات مايكرو بلاستيك could be ingested باي زي بيقول في البيئات البحرية المايكرو بلاستيك اللي هي البلاستيكات الصغيرة دي يعني تتبلغ عن كورا ريفز الشعاب المرجنية and this process harms it يعني بتؤذيهم secondary consumers feed on secondary consumer بتتغذى على مين هقول primary consumer the human activity that decrease the marine population is نشاط الانسان بيقلل من بيقول اعداد الكائنات البحرية اسمه ايه اسمه over الصغير بلاستيك products getting broken into small particles by the effect of المنتجات البلاستيكية بيقول ان هي بتتكسر او بتتقطع يعني او بتتجزع ليه اجزاء صغيرة بتأثير ايه هقول uv rays الاشياء الفوق بنفس جاية a process of returning habitat to its natural state is called عملية اعادة الهابيتات اللي هي البيئات الى حالتها الطبيعية اسمها habitat restoration طيب heavy rain المطرة الصقيلة causes بتسبب if loading الفيضان gas particles move يعني جزيئات الغازية move هقول very freely يعني تتحرك اكثر حريا anything that has mass and take up space اي شيء يعني بيقول لكتلة وبياخد حجم من الفراغ او حيز من الفراغ فده اسمه matter المادة water favor is an example for بخار المية ده مثال gas state الحال الغازية any matter is made of million of tiny العديد او اي مادة تتكون من العديد من particles البذيئات الصغيرة that we can't see without our eyes من قدرش نشوف ها نقط متر بيقول في اي مادة او في صلد بيقول ان ما بيتغيروش تعالوا نشوف اللي بعدهم جزيئات نقط متر بيكون لها طاقة يعني كبيرة عندنا الغازات اللي بعدهم يمكنك تستخدم مصطرة علشان طول الكتاب كبيرة هو النحاس بيستخدم لنحاس بيستخدم هقول الالكتر وي كوكين كبوت اللي هو الاسلاك الكهربائي الاواني يعني تمام هنا بيقول كيلو جرام اكوز كام جرام هقول 1000 جرام is the measuring units of الجرام واحد تقياس ماس الكتلة كبيرة ايه بيقول زاد ماتر تاكس اب هقول اف سبيس سلمو ميتر is used to سلمو ميتر is used to measure سلمو متر باستخدم عشان رقيص ب temperature درجة الحرارة. المادة لها ايه? يعني كتلة وحجم. تعالوا نشوف اللي بعده. قطعة من الورق. ده تغير ايه? فيزيكال طبعا. لكن هنا بيقول بينما الحرق بيكون كيميكال. لما درجة حط المية بترتفع. بيقول هنا يعني جزيقات المية الصرعة بتاعتها هتكون. الزوبان تغير في المادة. حقول صلد بالتسخين. يعني هو مخلوط اللي هو الغلاف. لانه بتكون من غازات مختلفة زي اكسجين والنيتروجين والكسجين والبخار المية والنيتروجين. السؤال اللي بعدهم. ايه صد الحديد طبعا ده كيميكال. تغير كيميائن. غلي المية البخار مية ده يعتبر طبعا فيزيكال تشي. هنا هنقف لحد بالجزئية دي انتظروا ان شاء الله في بارت 2. اتمنى من حضراتكم ترجمة نانسي قنقر